احتفت منظمة الاغذية والزراع الفاو مع دول عدة باليوم العالمي لسلامة الغذاء واطلقت حملات عدة لتعزيز الوعي العالمي بسلامة الغذاء كما دعا دول عدة وصناع القرار والمجتمع المدني الاتخاذ اجراءات تؤثر بدورها على الطريق التي يتم بها انتاج الطعام وتخزينه ومعالجته واستهلاكه على سلامة الاطعمة فضلا عن اتخاذ خيارات غذائية صحية لضمان سلامة الاغذية الوضع في اليمن مختلف تماما فغالبية المواطنين لا يستطيعون الحصول على وجبة يومية امنة وصحية بسبب الحرب التي جعلت الوضع الاقتصادي اكثر سوءا في البلاد فضلا عن تزايد نسبة الفقر وقد اكد برنامج الامم المتحدة الانمائي ان الحرب العبثية حرمت اليمن من تضاعف الناتج المحلي ثلاث مرات حيث افاد البرنامج بان اكثر من عشرين مليون يمني عانون من الجوع المزمن مشكلة سوء التغذية والفقر في اليمن تشكل الحلقة الاكبر ويتسبب في تدهور الظروف المعيشية وعدم توفر التغذية المناسبة والخدمات الصحية والتعليمية اللازمة يفرض على الاسرة العيش في ظروف اقتصادية وصحية وتعليمية سيئة تؤدي في نهاية المطاف للفقر وسوء التغذية لا يظهر النزاع في اليمن اي مؤشر حقيقي على الانحصار مع دخوله العام السادس ولا يزال المدنيون من جميع انحاء البلاد والاجيال يتحملون وطأة الاعمال القتالية والممارسات غير القانونية التي ترتكبها منيشيات الحوثي التي عاثت في البلاد الفساد والتدمير واحرمت المواطن من ابسط الحقوق للحصول على ولو حتى وجبة يومية التي اصبحت في حياة المواطن صعبة المنال